اكتب قصة حياتك ان ده وسيلة علاجية ممتازة جدا عشان الانسان يتخطى عقبات الحياة قد يبدو الكلام غريب لكن تعال نشوف مع بعض التجربة دي جابوا مجموعة من الناس اللي مروا بمصاعب في حياتهم وقسموهم ثلاث مجموعات المجموعة الاولنية قالوا لهم اكتبوا عن الدروس المستفادة من المشكلة اللي حصلت لكو دي او من القلم النفس اللي اتعرض طوله ده تاني مجموعة طلبوا منهم يكتبوا عن المشكلة نفسها حسيت بايه والقلم يوصف للقلم اللي حسيت بيه وكلمني عن تفاصيل اللي حصل وما الى ذلك المجموعة الثالثة طلبوا منهم يكتبوا الاتنين يكتبوا للحاجات الايجابية اللي حصلت والحاجات السلبية اللي حصلت عيش اكتر ناس استفادوا نفسيا من التدريب ده هم اول مجموعتين انه لما بيكتب عن الحاجات الايجابية اللي حصلت نتيجة الصدمة الوحشة استفاد نفسيا ولقوا أن درجة سعادتهم زادت لمدة خمس شهور بعدها يعني التدريب ده لمدة خمسة واربعين دقيقة لمدة ثلاث تيام لقوا أن التأثير قاعد خمس شهور هم بطالوا يقيسوا بعد كده يعني يمكن أكثر من كده يعني هم قاعدوا يجيبوهم ويقيسوا لمدة خمس شهور اكتافوا بالمدة دي اكتافوا بالمدة دي ليه الموضوع ده بيحصل كل إنسان مننا بيروي لنفسه قصة بتلخص حياته كل واحد شايف نفسه بطريقة وشايف الأحداث اللي حواليه لها تفسير معين من أول ما تولدت لغاية هذه اللحظة أنا شايف نفسي إنسان كويس مثلا وفيه حاجات في حياتي بتحصل لها تفسير معين قصة معينة متسلسلة برويها لنفسي عشان أفهم اللي بيحصل في حياتي لما بيحصل حاجة بتخل بهذا التوازن بتحصل مشكلة نفسية لما عمود من هذه الأعمدة ينهار يحصل خلل في هذه القصة بيحصل أزمة نفسية أو صراع نفسي لا أشرح للحيطة دي هقول لحضرتك يعني الواحد قاعد يسترجع حياته ويشوفه كان قويس كان وحيش عمل تسور تقليل يعني مثلا إيه العمود بقى اللي هيقع ده مش العمود اللي هيقع مثلا شريك حياتي توفى آه حصلت له صدمات الصدمات اللي قابلته في حياته بالضبط أنا معتمد إن ده جزء موجود في حياتي طول الوقت مش متخيل الحياة من غيره فجأة بقى مش موجود فحصل خلل طب القصة دلوقتي هتمشي إزاي تمام عشان أتجاوز الموضوع ده الطريقة ده اسمه علاج النفسي بالسرد نررت في سايكولوشي إن الإنسان لما يقعد يكتب عن التجربة السلبية نفسها اللي حصلت له هو بيرتب أفكاره وبيعيد تستيف الأحداث بيحط لها وحدة موضوعية كأنه بيفهمها كده وبيعيد ترتبها عشان تتصخ مع بعضها أنت لما بتكتب لما تجي تحل مسألة حسابية أنت عادتك عايزه يكتب بس ولا يكتب وبعدين يقرأ اللي اتنين مفيدين الكتابة الوحدها مفيدة وترسخ الفكرة بعد كده الفكرة في الكتابة أن أنت بترتب أفكارك زي ما بتيجي تكتب تحسب حزبة مثلا معقدة ما بتعرفش تحسبها في مخك بتكتب فورها وقلم عشان تبقى الأمور سهلة قدامك دي نفس الفكرة أنه بحاول أرتب أفكاري واخرج من الموضوع ده بمعنى مختلف فحتى من التدريبات اللي بيقولك عليها أن حاول تكتب قصة حياتك في شكل فصول أن الفصل اللي جاي اللي بعد الصدمة ده قد يكون مختلف لأنه فصل هو فصل تاني مش شرطة القوة مقتصقة بنفس الوحدة ها تعرف أنه مراحل يعني هي أقسام أجزاء أيام بالزبط فحاول تعمل ده وجزء كبير من العلاج النفسي مبني على ده على فكرة أن الإنسان لما بيقعد يتكلم ويفض فض الفطفاضة في حد ذاتها ترتيب لأفكارك لمحاولة إيجاد المعنى أنه بتحاول تعيد رواية الحدث أشوف المجتمع دلوقتي في حاجة دي أنا ألاحظها ويمكن أكون بشارك فيها برده أنه مثلا حالك تبدأ كلام في حاجة ما أنا تقول أستنى هم بارح هروح تركبت الأوتوبيس فقاله وانا مبارح برده رما ركبت الميكروبس حصل ده الرجل ما عاكاش الحكاية بتاعته أي نقطع كلنا على بعض ده لأنه كلنا عايزين نتكلم كل إنسان بيحكي عن تجربه إيه قولي بالحكاية دي إزاي الواحد فيه إجابة بسيطة ودينا بنعمل لها حلقة إزاي الواحد يتعود يسمع وبعدين يتكلم لأنه إحنا بنقطع بعض فيه مقولة بتقول إن الإنسان ربنا خلق الإنسان بودنين وبقوا واحد عشان يسمع أكتر من الكل جزء من اللي هو الانسجام اللي بيحصل ما بين الناس بيدربوا الناس عليه إزاي بيقولك أول حاجة حاول تنساجم مع الشخص اللي قدامك بإن أنت تسمعه إن أنت تشارك تشاركه في التجربة اللي هو بيحكيها لك الناس بيدوك خبرات حياة بلاش طول الوقت أنا عايش حياة واحدة بس لما شخص بيحكي لي عن حياته هو بيديني حياة تانية أنا بستفيد لما يحكي لي أنا حصل لي كذا والأوتوبيس مش عارف إيه وبتاع أنا قد لا أكون مرت بهذه التجربة لكن لما بسمع الناس كتير أنا بستفيد حاول تستمتع بده حاول تبقى فضولي حتى لو كان الرأي مش حاجبك حتى لو كانت الفكرة المطروحة مش حاجبك اسمع بعدين ناقش يعني هي المشكلة اللي بيقولك وحتى مش شرط أسمع عشان ناقش أسمع عشان أعرف مش شرط أناقش أنا وصلت للقناعة دي بعد فترة طويلة يعني إن مش عايز أغير الناس أنا مش عايز أغيره خلاص هو حر هو خسر السكة دي خلاص هو ما بيقراش بقى أو مش مصقف أو التجرب حياته عقليته وصلته لهذا اللي هو فيه قد يكون في اللي هو بيحكيه ده حاجة تنورني أنا في حتة إن أنا أفهم على الأقل الناس ظهر بيفكروا إزاي بس